اشتركوا في القناة وفي حال اختراق تلك المقامة من المتوقع ان يستمر الاتجاه الصعد الى المستوى 98.30 والجدير بالذكر ان الاسواك تتركب اعلان الفيدرالي الامريكي غدا عن قرار وبيان الفائدة بالاضافة للمؤتمر صحفي لجيرون باول ومن المتوقع ان يتم الابقاء على معادلات الفائدة عند النسبة 1.75% ولكن احتمالات خفض الفيدرالي الامريكي المعادلات الفائدة ستظل قائمة هذا العام ولهذا سيحاول المستثمرون الاستدلال على توجهات الفيدرالي الامريكي خلال شهر مارس المقبل ولهذا منه توقع نشهد الدولار الامريكي تقلبات حدة وقوية او على وجه التحديد عاملات جنيه الارباح قبل انعقاد هذا الاجتماع ولهذا يجب تأمين صفقات الشراء على الدولار الامريكي وعدم الدخول البيع الا في حال انتهاء الاعلان عن قرار وبيان الفائدة وتحديد احتمالات خفض او الابقاء على معادلات الفائدة خلال شهر مارس المقبل ولكن على المدى الطويل تظل النظر الشرائية قائمة طلب محافظ مؤشر الدولار الامريكي على تدولاته اعلى خط الاتجاه الصاعد الملطح على الرسم البيعني اما بالنسبة لتدولات اليورو دولار والتي اشرت الى انه من المتوقع ان يسجل المزيد من التراجعات حاليا ليجري تدوله عند المساعدة 1.10-12 وكان ذلك التراجع مدعوم ايضا بالبيانات السلبية التي صدرت عن معهد ايفول مناخ الاعمال والذي جاء دون المتوقع وبالرغم من تعافي القطاع الخدمي والقطاع البناء ولكن القطاع التصنيعي لا يزال يشهد المزيد من الضغوط ولهذا من متوقع ان نشاهد المزيد من التراجع ليورو دولار على المدى القصير فقط او على مدار تدولات اليوم ولكن كما نلاحظ على الرسم البياني يستقر دعم قوي عند المساعدة 1.10 وفي حال فشل الزوك في كسر هذا المستوى من متوقع نشط تصحيح صاعد يمتد الى المساعدة 1.65 ويتحدد ذلك ايضا بكرارات الفيدرالي كما ذكرنا منذ قليل ولهذا يجب الحظر من البيع من تلك المستويات الحالية والانتظار حتى رؤية الارتداد من المستويات 1.10 او الكسر الواضح للمستويات 1.988 للبيع باستهداف المستويات 1.0884 ولكن هذا سيناريو معتمد على كرارات الفيدرالي الامريكي غدا اما بنزل تدولات الاسسليني دولار والذي سجل المزيد ايضا من التراجع على المستويات 1.3013 بالرغم من التحسن الطفيف في البيانات الاقتصادية بمطلع العام الجاري داخل المملكة المتحدة لكن حالة الحظر وعدم اليقين من اقتراب الموعد النهائي لخلوك بريطانيا الانتحاد الاوروبي من نهاية الشهر الجاري وبدء المرحلة الانتقالية التي سوف يتم تشكيل فيها العلاقة الجديدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الاوروبي كانت دعام القوي للضغط على الجنيه السلينة امام اغلب العملات الرئيسية وخاصة الدولار الامريكي وكما نلاحظ استقرار دعم عند المستويات 1.295 كرابة خط الاتجاه الصاعد على الاطار الزمني اليوم ولكن من المتوقع ان يتم كسر هذا خط الاتجاه باستهداف المستويات 1.29 وتنتظر ايضا الاسواق يوم الخميس اعلان بنك انجلترا عن قرار الفائدة ومن المتوقع ان ينضم عضو جديد اخر لصالح التصويت الخفضة الفائدة خاصة ان صدرت العديد من التصريحات من اعضاء البنك خلال الشهر الجاري بانهم يفضلون خفضة الفائدة خلال الشهر خلال الشهور المقبلة ولهازم نتوقع انه في حالة الانضمام فعلا عضو اخر الى العضوان الحاليين سوف نشهد المزيد من التراجع للسليني دولار على المدى المتوسط وعلى المدى القصير ولكن على المدى الطويل لا تزال النظر الشرائي ولكن يفضل استغلال ارتداد الزوج من المستويات الدعم كرابة المستويات 1.28 او المستويات 1.27 للشراء او لبناء مركزات شرائية على المدى الطويل اما بالنسبة لتدلات اسعار الذهب والذي استفاد من حالة عدم اليقين وحالة الذهر بالاسواق بسبب انتشار فيروس كورونا في الصين والتخوف من تحوله الى وباء قد يؤثر بالشكل قوي على الاسؤال المالية العالمية والاقتصاد وتعد الصين هي الثاني اكبر اقتصاد من العالم ولهذا في حال شهدت المزيد من الضغوط على الوضع الاقتصادي قد نشهد المزيد من الارتفاعات في اسعار الذهب كرابة المستويات 1600 مرة اخرى ومن المعروف ان الذهب يسجل ارتفاعات قوية كونه ملاز امن في اوقات الازمات الاقتصادية او في الحالات التي نشهدها في الوقت الحالي او سواء انتشار الفيروسات او استمرار حالة او تزايد حالة عدم اليقين بسبب التوتر الجيوسياسي ولهذا من المتوقع ان يسجل المزيد من الارتفاع خلال الاسابيع المقبلة ويعد المستويات 1547 مستويات دعم هم وقوية لبناءة مركزات شرائية من عندها وكما توقعنا سجل النفط المزيد للتراجع الى المستويات 53 دولار ريبر ميل ومن المتوقع ان يبتد التراجع الى المستويات 50 دولار ريبر ميل ايضا متأثر بتأثر الكطاع المواصلات والنقل وخاصة انقطاع تهيران وضعف الطلب المتوقع من الصين لسبب انتشار فيروس كورونا ومن المتوقع ان يمتد التراجع الى المستويات 50 دولار ريبر ميل الذي يمثل مستويات دعم قوية وهمة ولهذا لا يجب الاحتفاظ بصفقات البيع كرابة تلك المستويات واغلاق وجني الارباح عند تلك المستويات في الوقت الحالي لا يفضل بيع النفط في الوقت الحالي ولكن من المتوقع ان نشهد المزيد من التراجع ونراكب مستويات اسعار النفط رابط من سوات ال 50 دولار ربار ميل لتحديد الاتجاه المقبل. كانت هذه نظرة سريعة الاسوات. يبنيت لكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله